أسماء في حياتنا بارك الله فيك و جزاكم الله في كل خير تور حتى نصل من قطع في الحلقة الماضية نحن كنا تكلمنا عن المجهودة اللي بذلتوه في ترجمة معاني القرآن تكلمنا عن أكثر من تجربة لترجمة معاني القرآن للغة البلغارية والرومانية وكلا قبل ما ندخل في محور جديد ما عرف إلى كم لغة قمت بترجمة معاني القرآن إذا في تجربة تجربتين تانيات ممكن نتوقف عندهم قبل ما ندخل في محور الجديد سريعا إن شاء الله حقيقة نحن انتهينا من التيك وقلنا ولدنا في سودان اسم محمد عباس المعتصد والده كان سفير في اليمن وجه سفير في التيك وهو قاعد هناك وخلص الجامعة وتخصصه وقام بمجهود كبير وأسس جمعيات ومركز إسلامي وتمت تباعت وترجمة مع القرآن الكريم على يديه وترجمة كتب تاني كثيرة جدا جدا رياض الصالحين والأربعين النومية وجزء من الحلال والحرام ما تذكر كله وكان مع واحد تيكي بيساعده في المئذن اللي قلت لكم عمل القونصل البوهيمي وقلنا البوهيمي ديه كانت اسم مملكة للبابوات وعاصمتها اسمها الليدي نيتسا ديه اللي الأمير ده أسس فيها المئذن ديه وإلى الآن للأسف الشديد يعني قبل ستة سبعة سنوات كانت آلة للصقوط قدرنا نرمم بعض أجزاء وإن شاء الله يكونوا يجدوا من يعيد ترميمة كلها هل ممكن لسه مواصل بمجهودة يا دكتور غرد في المتابعة والله ما بس هو طيب بعدين الدولة التانية اللي هي سلوباكيا أصحي اللغة فيغو سلوباكية الدولة هم في الحقيقة القومية في المنسبة في أوروبا أقوى من عندنا بألف مرة الارتباط يعني إلا حسن إحنا موضع جعلين والشاقية لكن هناك أصور مع طبيعية وأبادوا ناس وقتلوا في السنين الفاتذين كثيرين جدا جدا فهم اللغة الشيكية قريبة للسلوباكية قلنا له في داعي قالوا طبعا قلنا له ما ترجمت لهم بلغة ولا بيقول لك القرآن ولا قيل القرآن تعصبا عرقيا أيوة فترجمناها وكان على رأس الترجمة ذي شخص اسمه زهير قطرش أصلا من سوريا كردي ولكن الزوج هناك واستوطنوا الجنس ومعه واحدهم عبدالوهاب سابناتي ده من عبناء البلد وورده جزوره عربية ومعهم مجموعتين كبيرة الترجموا مع الغراء الكريم للغة السلوباكية فأنا بالحقيقة رحت على أننا كل الترجمة الترجمة هذه من خطة النص العربي في الصفحة نفسها والترجمة حواليها ونفتكر ممكن تكون في ترجمة مع الغراء الكريم بدون النص العربي تخط المصحف نفسه وبعدين الترجمة الصورة الصورة نفسها والترجمة حواشة نصها رباة وهكذا يعني كم إظهر السلوباك ضغطوا عليه فقالوا ما تخطوا النص العربي دي والله ما عارف طبعا هناك كان الحزب الشوئي الحاكم وهي ذات في النزع المسيحي القوية دي البوهيمية دي بالمناسبة من أقوى الدول الكامل أصبر المسيحية وكان حروبها ذات حروب صليبية وهي كان قوية بتنتج الكريستال الأصلي ليه حس في العالم كله مشهور زيه زي الدهب أو عنده معايير خاصة المهم ضغطوا عليهم أنا في الحقيقة رفضت فالطبعات بدون طبعات بدون النص العربي لكن بيجيبوا طبعا الصورة ذاتها بترجمة السلوباكية والشرح حواليها أنا أفتكر عليه حال أبهت من الترائم الثانية مع أنه السلوباكي دي فيه أعداد كبيرة من المسلمين الوافدين من بره وجلسوا وتجنسوا منها عرفان أبو الفاتح ده من مكادونيا بيعملوا البقلاوة والطولومبا والحاجات الزيدية مولد الفاتح ده واحد اسم مياسين من حتى اسمه برابتوشتة من مكادونيا الآن زمان كانت في غسلافيا فيه أعداد كبيرة وبدأنا نعمل مسجد عملنا مبنى بسيط كده يعني زي ما تقول زي هنقر كان مخزن ولا مكاتب عملناها والآن بيبنوا في المسجد إن شاء الله يكون قطعوا مشوار كبير في المنطقة دي ذاتها طبعا الشيخة الكبيرة قلت لك أنتو بناتو الاثنين ليلى وعائشة هو بروفيسور محمد علش الهاوي والزول ده يعني برجاه من عمره الكبير كان بيكتب مجلة صحيفة من أربع صفحات وبيطبعها بالمكانة وبيعمل منا نسق وبيعمل شو بعجلته وزعل بيوت المسلمين بيز بيز والعائد أكتر من عدد بديه 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 بقلنا تسقي فيها الأخبارية أولا؟ طبيعاتك عدد شو آه يعني إسلامية أخبارية أو بزات أخبار المناسبات الإسلامية العالمية كلها يعني وبرضه فيها جزء من ناس البلد طيب دي ترجمة تاني أو لا؟ لا لا في ترجمة في ترجمة ثانية في ترجمة من أهم التراجم ترجمتين اللي هو اللغة البوسنة والهرسك وديحنا القناة مترجمة دي تجيزة؟ آه لكن ودينا لمجمع الملك فهد طبعا لها منها مليون نسخة نفس الهنال القديم نفس الهنال القديم فينا الأفلام بتاعتها القديمة يعني ودينا لهم طبعا لها منها مليون ودي أثناء الحرب يعني كان سدت فجوم كبيرة جدا جدا الأيام دي كان طلعت ألباني في الوجود يعني دخلت الإسلام سنة 62 وانتهى حكم الشوعيين وآخر واحد كانت مرامز علي ذا حكم الشوعيين وجه بعده دكتور دكتور صالح بريشة بتاع القلب وده نحن الحمد لله جبناه في الحكومة واشتغلنا له في الانتخابات ومدناه بكل ما يمكن أن ينجح أي مرشح هي كانت أهم تلجمة بتاعت البوسنة والتلجمة التانية ألبانية الألبانية الألبانية هي طبعا في يوغوسلافيا في غريم كوسفا حسبقة دولة مفاصلة نعم دي الأصلا كانوا داخل يوغوسلافيا وكان عندهم تلجمة باللغة الألبانية نعم طيب دكتور فلدي بسلناها طبعا منا مليون ووديناها لألبانيا فبرضو عملت حاجة ضخمة جدا جدا والمسلمين لكما أكثر من ثلاثة مليون فلما تقول لهم مليون نسخة معنات أي بيت بكل تأكيد دخلوا دخلوا أو ترجموا معهم الفاتح حسنين نحن نتكلم عنه الدكتور الفاتح حسنين الشيخ الفاتح حسنين دكتورا شيخا نتكلم عنه بهذا المعنى ويشير الناس دائما على ارتباط المسمى لأن للمسمى نصيب من الإسم إذا أردنا أن نرد بهذا المعنى نقول أن الفاتح في هذا المعنى من الانفتاح على الناس على الأمة والذي ينفتح على الأمة الحية بالخير هو ذا نفسه يسمى أمة الأمة يعني في تعريفها اللغوي أن الأمة هو الفرد الأمة والذي يجمع صفات أو الجامع صفات الخير فأقول اجتمع في الفاتح صفات كثيرة من صفات الخير التي أهلته لأن يكون له تأثير واسع في من يلتقي بهم هذا المجلس الذي نجلسه الآن يشهد يعني يعني زيارات متعددة لقاءات متعددة اجتمعات متعددة محورها الفاتح سبب الاجتباع التقافية هو الفاتح وأينما سار وأينما ذهب أثر بهذا الأثر لذلك أبرز ما يذكر الآن في حياتي سيرته تأثيره على للإخوة في البلقان وفي تركيا وفي غير ذلك تأثيره وتلك هي البلاد التي خرج إليها وزارها هذا الخير الذي فيه يعني اندح إلى الآخرين تأثر به تأثيرا بالغا تأثيرا عميقا هذا التأثير العميق الذي يجعل هؤلاء الناس على رأسي مثلا الفخامس الرئيس الطيب واردوغان أنه يجل هذا الإجلال ويحفظ له هذا الأثر هذا الأثر لم يأتي لمال ولا لعرض أتى لمثالة الدعوة وللتأثير الدعو الذي ينتد به الفاتح وهذا الأثر يعني على أقال كثيرين في البلقان كما تعلمون أثر وكان أثر العميق فهو الشخص الذي يعني بجانب هذا العلم يعني الطب الذي هو متخصص فيه كانت له خصائص يعني يعني يعجبني فيه يعني حضور البديهة والمسألة مسألة يعني الأريحية في التعامل يعني حتى في أحلة المواقف في هذه المواقف الحالية جدا يخرجه من هذه المآذق يعني زكاؤه وبديهته الحاضرة التي ممكن أن تخرجه وقد كان يعني يعني له هذا الصبر وهذه الشجاع وهذا الجمع الذي يعني أهله لأن يكون له هذا الأثر نسأل الله سبحانه وتعالى لمدة في عمره وأن ينفع به وأن يعينه إن شاء الله تبارك وتعالى على استكمال هذه المثال التي يوسقها عن حياته وعن اهتماماته المتعددة جدا يعني يعني حسن خطر بذيني أنه حتى يتكلم عن اللغة وعن غير ذلك يعني يستمر في هذا التوثيق لهذه السيرة العطرة التي تجمع بين سائر أو جه الخير وبالله التوثيق وهم استعان ولا حل ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله وسلم وعلى آله سيد دكتور لعله الحديث الآن يمكن يكون مناسب جدا ونحن يمكن يكون تقريبا وصلنا لبحارة الحديث حول يعني الشخصية المحورية اللي على أساس يمكن كان جزء كبير جدا من ما يمكن أن نطلق عليه التحول الكبير أو المجد الكبير في بناء وقيام دولة إسلامية في قلب أوروبا العلاقة اللي ربطت دكتور الفاتح حسنين بعلي عزة بوغوفيتش انت كتبت عنه أكثر من كتاب ولعل الناس كلهم كانوا يعرفون أن دكتور الفاتح هو المستشار الشخصي لرئيس دولة البوسنة والهلسك وأحسب أنه المستشار الشخصي لا تعني من المستشار بالمعنى المتداول عندنا أنه الشخص يستشار أو لا يستشار لكن هو شخص حقيقي في المطبخ بتاع الدولة بتاع البوسنة والهلسك كان حاضرا في مرحلة إعادة جهاد والبناء وفي مرحلة الدولة نفسها فنحن حقا تكلمنا عن علاقتك بدكتور العزة بوغوفيتش كيف بدأت ولكن لم نتحدث بعد ذلك حول كيف تطورت هذه العلاقة ما هي يعني طبيعة العلاقة بينك وبين عزة كيف تنامت في فترة الحرب وهي فترة قيام الدولة وكيف وصل الدكتور الفاتح السوداني الذي جاء إلى البوسنة طالبا وأصبح فيما بعد مستشارا لرئيس دولة البوسنة بدرجة يمكن رئيس وزراء حقيقة وجود على العزة ودخول في المعركة بتاعت البوسنة أو تصدر لها وقيام دولة البوسنة والحرسك أو وجود على العزة بس في البوسنة والحرسك كان فتح كبير أنا بشبه ما قبل الفتح يعني هو أعاد الإسلام لتلك المنطبة وفي نقطتين مهمات جدا جدا أول معركة بين المسلمين وبين الصرب وناس البالكانديل كانت من 16 إلى 20 رمضان عام 1389 اسم معركة سهل كوسو و السلطان كان هو السلطان العثماني ضد الإمبراطور السربي السربي اسمه سار لازار العثماني اسم السلطان مراد الأول وكانت أغريبا الرابع السلطان السلطان العثماني النازل كان يدفع الجزية للسلطان للسلطان العثماني السرب وغيرهم فجاء الملك بتاع الفلسطور بتاع السرب وقتل خطاب للسلطان العثماني وقال له ما كنا نفعل في السابق كان بفعلوه الأباطر الضعاف المعند الشخصي ما قوي كانوا يدفعوا لكم الجزية أما بعد اليوم ما في جزية ونحن أقويا نحن نريد أن نخلص البشرية منكم فننصحك أن تأتي إلينا لمحاربتنا وتحضر معك أفضل قوادك وأقواهم وأكثرهم عدد وأحسن نساءك وأولادك وثروتك وتأتينا إلى هنا لكي نبيدكم ونريح البشرية منكم الرسول الجاب الخطاب من الصرب السلطان العثماني السلطان العثماني من مراد الأول ضيفه ثلاثة يوم وكتب له خطاب في نفس قرفته قال له نحن نشكر جدا جدا وسنفعل بما اقترحت ومرت به بكل حذافيره الآن قال له البرد شديد عندما يذوب الجليد يعني يأتي الربيع وتسيل الأنهار وتتفتح الأشجار والزهور وينبت تنبت الفواكه والخضروات وتشخش العصافير سنأتيك بجيش أول عندك وأخر عندنا وأحضر كل الذين ذكرتم أنت فكونوا على استعداد منذ الآن وفعلا في الربيع دي أنا توقعت أنه هو ما ينتظر الربيع يمشي لو في البرد ذاته فمشوا جيش السلطان كان خمسة ألف وداك أخذ الأمر ما أخذ الجيد جمع خمس عشرين ألف من الأوروبيين وخمسة من بولندا البولندين دي كان أكثر عذاء المسلمين من غيره وجوء بدت الحرب في اليوم الأول والثاني الحرب كانت شديدة وكانت سجال بين اليوم الثالث في بدايته الخمسة ألف بتاع بولندا انهزموا يعني انسحبوا ورجعوا بلدهم فكسرت الجيش فاليوم الثالث والرابع الجيش العظمان امتصر وهزموا الإمبراطور السربي وقتلوه وشال بيت اسمه أوليفير الزوجة لولده وفي آخر اليوم الرابع بتفقد الشهداء من المسلمين والموت من ذلك فجاء واحد من الجنرالات السرب قال أنا عايز أقسم وما بسم أنا جنرال ما بسم إليه قدام السلطان فمنعوه السلطان قال لنخلوه فلما نجي كان نشعل معه ونجر مسموم لما نجي قريب السلطان طعنا في بطنه وتبف السلطان دفنوا معاه في مدينة اسمه روجاي جم مكان المالكة حسب قامت مدينة ومسجده تعليمه حاجة كبيرة جدا وهو رجعوه بإسطنبول دي كانت المعركة الأولى دي المعركة الأولى لكن العبرة فيها أنه في المنطقة دي السكان ناس البوسنة وكرواتي ودو ليه بولندا في نوع من المسيحيين اسمه اسمه بوغو ميلي بوغو ميلي يعني أحب الله أحب الله ليه حسب في تركيا وحتاجة في منهم دي لما سمعوا مجيئة المسلمين وانتصارهم كلهم دخلوا الإسلام لسبب بسيط هم ديانة مسيحيين داكين الكنيس موجه نحو الكعبة وما لا يؤمن بالتسليس بالتسليس والصريب والسليس سيدنا عيسى نبي ورسول وربنا هو الربيعاني و يعني معتقداتهم أقرب إلى معتقدات المسلمين بصوم وشهر و ما عندهم تماثيل ما عندهم ما عندهم فدين لما المسلمين انتصروا كلهم اندخل الإسلام أنا كنت بيتمنى من الوقت ذاك تكلم المجموعة دية البقومية دية بالذات أنا شاقصهم بفتكرهم حج واحدة من اتنين يا هم مسلمين تنصروا يا نصار أسلم لأنه طبعا ممكن يكونوا أسلموا بتأثير الأندلس لأنه دي الحقبة 1489 يعني تعتقد انه ممكن يكونوا مسلمين لكن بتقادم الزمن دخل شو معتقدات أيو 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 أو نصروهم يعني والحروب ما بين الفرغ المسيحي التاني وبين البقومي اللي حبه الله يسمي الحروب الصليبية بعد نازل منهم جوهر السقلي اللي بنى القاهرة الأزهر يعني فكيف يجي واحد مع مسلم بالتأكيد هو مسلم والمطي كان يعني التفيض بالإسلام فالفتح كان كبير والدخول للإسلام كان كبير جدا جدا الآن بعد عمل بوصن وانتصار في الرغم من أنه تشوفوا كثير من النواغذ برضو كان فتح كبير المسلمين صحوا في البلكان كلها ورجوا لدين ولإسلام وبدأ في تعاليم حقيقة هو قدوة في الشجاعة وفي الإقدام وفي المعرفة وفي العلم وفي التعلم وفي الاقتحام وعرفت الفاتح منذ عام 1977 بالإمارات العربية المتحدة كان زائرا لها يبحث عن العمل والتقيت مع أخي الطيب الطيب الواعظ والفاتح يمتاز بالذاكرة حديدية يعني عندما وصل إلى أبوظبي وسلم على يقوته وسلم على الطيب وسأله عن تاج الدين أين تاج الدين ولم يلتقيني أصلا لكنه سمع بي عند أخي منذ كم سنة ولم ينسى ذلك فأعصرناه في الإمارات ورأيناه يعني طبيبا محيب لعمله ومن المتشي جدا الفاتح على حسنين يشتغل طبيب في منطقة طرفية من أبوظبي وفيها سكان فيهم روحة البداوة وهؤلاء البدو يعني حرسين جدا أن تكون يعني أن تعالج نساءهم طبيبة لا طبيب رجل لكن هؤلاء الجماعة وعدد منهم من اليمانية معظمهم من اليمن أحب الفاتح جدا كطبيب ودكتور وكإنسان وكالسوداني وكانوا يقدمونه في علاج أهلهم وزوجاتهم وأخواتهم على الطبيبات مرة في عيادته كان عنده عيادة كبيرة وتابع لوزارة الصحة وزاره المسؤول أو المشرف عن العيادات كان من وصول إيرانية المهم لسبب الأسباب لم يكن مستريحا للفاتح فقرر أنه يأتي بطبيبة لتعالج النساء ويترك دكتور فاتح للعلاج من الرجال المشكلة أنه بعد ما وصلت الطبيبة ظل أهل النساء والنساء أنفسهن يأتين الفاتح للعلاج لم يذهبن إلى الطبيبة فكان ثقة وكان يستقبلهم في بيتي في أي مكان في أي وقت يطرقون الباب ويخرج معهم ويعالج مريضهم كان بيته مفتوحا طوال اليوم ليلا ونهارا بطعامه وباستقباله وبعلاجه يعني دار مفتوح هذا طبعا الدائية الدائية الحقيقة دار مفتوحة الصدر مفتوح رجل مستمع جيد جدا يعني للغاية يستمع لك إلى النهاية كل هذه الصفات كانت فيه وبارزة جدا وكان رحب الصدر لدريد أنه في أبوظبي كانت في ذلك تنظيمات عربية وإسلامية وهو على زعامة تنظيم الإسلامي معظم السودانيين وكان لا يماني من يلتقي باليساري بالشيوعي بالبعثي بالأخ المسلم كل هؤلاء يحدثهم كأنهم قريبين منه جدا ويشعرونهم بذلك ورأيته كذلك في استقبال النساء يعني الحرج السوداني المعتاد والتكلف وكذا في استقبال النساء والتمنع وكذا هذا العائق ليس له سبيل عند الفاتح رأيته يستقبل ناشطات في مختلف الأنشطة ويفرمهن ويحدثهن حديثا طيبا العزة أنا ذكرت فيما سبب أنا ذكرت عليهم في يوم سبعتاشر أو ستاشر شهر سبعة سنة خمسة وستين في مدينة سرايغو وبدأين يتكلموا وقلنا لا بد أن أسس الجماعة الإسلامية ونحن عندنا اتحادنا لوحدا نضعمل مع بعض وقال ترجم الكتب في الحقيقة أول كتب ترجمت هي العشرة اللي ذكرناها قبل كذلك وكانت دي منهج الطلاب يعني كانوا بيشرطوا بيخطرها بيوزعوا أنوا يدارسوا وعملوا التأثير كبير جدا جدا طيب وكيف تطورت العلاقة بعد ذلك السنة ما تفارقنا إلا بموته أول فترة الأخيرة يعني أنا منعني ما أدخل هنا طيب نحن برضو عزين يعني نشوف هو دوره ذاته في قيام الدولة قيام دولة البوسنة والحرسك دخول السجين وخروج من السجين بعد ذلك وكيف أصبح رئيس لدولة مسلمة يعني فيها غالبية كبيرة حتى أنا أعتقد أنه في أول حكومة له ما كان عنده غالبية يعني مش مسلمين لكن بكسر أنه كانت ملتزمين بخط معين وكذي يعني معهم مسلمين لكن ممكن يكونوا شيعيعين هو في الحقيقة التكونت أول دولة بعد نيار التحاسب طبعا حدث هو دخوله للسجن في حد ذاته برور برور له وشخصية وكيان هو حي هو دخل السجن بدايته هو هو طبعا الشيعين أتيته عامة كان كله سنة سنتين بيشوفوا الناس يبدوا يبرزوا من المسلمين بيعتغلون يا صفون كتلون يا سجنون السجن المؤبد يا فركشوا أمرهم يعني فواحدة من الأخيرات سنة ثلاثة يوم ثلاثة وعشرين شهر ثلاثة ثلاثة ثمانين وثمانين مسخوا مجموعة كبيرة منهم منهم 13 واحد من المسؤولين من الجماعة الكونا سنة خمسة ودخلوا في الأول حكرا من المؤمن بالإعدام عملنا احتياجات قفضوها للسجن 14 سنة وانتنازل وبعد شوية قفضوه شوية مطلعوا كلهم آخرهم كانوا على العزة في شهر 11 1988 وده بداية انهيار الشوية لكن وجوده في السجن كتاباته طبعا لو أول كتاب هو الإسلام بين الشر كان عندك بيوصيلة خلال وجوده في السجن طبعا ووسيلة التصابير كانت كيف كان عندنا من الناس الحراس الخلية بتاعته أو الزنزانة بيجيبوا لنا أخباره وبدونا أخبارنا وطبعا أهلوا برّ من التصالبون طوالي عندنا والأسر الثاني الناس السجنون معهم كله كان علاقتنا معهم قوية متواصلة كنت داخل السجن بدأ تتبلور اتجاهات جديدة قبل لا تكون في شخصيته لا في شخصيته بالذات يعني بيجي ينظر له كزعيم كقائد بدأ تصهر وهو داخل السجن دا الكلام خلانا نتنبأ لأردغان وثاله مرحب هو في السجن وثاله مرحب برئيس ومزرع تركيا القادم فقال يعني يتكلم عنه إن شاء الله في حلقة خالية فوجوده في السجن عملوا زعيم وعملوا إمام وعملوا قائد وحاجة زيدية فلما انطلع طوالي وجد كمية من الناس بره كانوا متابعين وبيحبوه وحتى من الناس التانين يعني اللي يفتكروا أنه يعني دماء صاف يعني لازم يكون في حد يعني من العدل بين الناس في الدولة الوحدة والحزب الشوية ذاته ضعيف والشوية العالمية ضحفة فمجرد ما مالك بدأ أن نفكي في التكوين الناس سبغون حقيقة عملوا أحزاب السرب ولكروات وغير عملوا أحزاب ليون أنتو ما فكرت تعمل أحزاب مجرد مالعزاب طلع هنا وذاته كان عنده موقف من الأحزاب قبل يا صح قبل يا ما حليش على العزاب في الحقيقة آخر واحد كان بيقاوم على أن دولة واحدة هو ورئيس جمهورية كرواتي اسمه ستيبا ماسج وكان نحب على العزاب وحب شديد جدا جدا لآخر رحظة ووذاته فيما بعد جابيكا حاكم لكرواتيا فيما بعد يعني فعلى عزاب المفكر هم بيقولوا كده بالذات الرئيس جمهور السلوفينيا بيقول على عزاب أستاذ بروفيسور يعني كاتب زعيم فيلسوف فيه في شخصيته فيه مقومات صحيح موجودة كاملة بعد النظر وبعدين يعني 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 على العزاب ده كان بيشعور في أبسط الأشياء كان عادته الكتاب اسمه الإسلام الجهادي ميليتنت إسلام فبذكرنا أول ما نعترض عليه على العزاب أكبر من 21 سنة يعني حقه لا ينبغي ليه نعترض لكن طبعا واحد لما يشوف حاجة وفعلا ترك نزل على رأينا أنه ما كتبوا والحمد الله ما كتبوا كان إعترضت لأنه ده ممكن أبطل شخصية أو حاوز نعم وعلى ما بنستفيد حاجة يعني الإسلام خصائصه معروفة طيب فالحزب بدأت كون وأنا ذكرت أنه شو واحد كان سمته شو مخز بالعمل ولا مخز بالعمل الديموراطي سمه واحد من الفنانين الشعبيين الناس البوسنة كان دائما بيغني أغاني الجهاد وأغاني المسلمين القديمة اسمه صافت يعني صفت حيسا واختيار اسم العمل الديموراطي أقرب إلى المسميات الأحزاب المرتبطة بالأعمال وكذا بالتالي هي ذي المصالحة كذا مع إعرارات ثاني جو أو غير ملفتة للنظر طيب هو يعني أول لما قعدنا واحد قال سموه حزب الإسلام حزب الله مكة المؤمنين المجاهدين فذي لما قال الكلام كلنا وافقت وافقنا بدون يعني تردد ليس المهمة اللافتة ولكن المهمة ما بداخلها وبعدين منو الأعضاء اللي بقوا قالوا دير الناس اللي تسجنوا طيب الناس اللي تسجنوا بسيطين يعني كلهم مية ميتين الناس التانين الناس طيب الأسر بتعطل طيب قلنا لون المسلم ده المبتقبل عنده نقول نمشوين ما صيافي هنمشي له حزب تاني أكيد ضد الإسلام صحيح ولذلك طلع في الآخر أنه كل أي واحد عايز يلتزم بالدستور أو النظام الأساس ده يكون عضو من الأعضاء أحسبك أنت من الناس الشاركتوا برضو في وضع النظام الأساسي آه طلع أنهم بدل يسمو البيانة الإسلامية نعم ذكر حكيت لنا في القصة فطلع ويتكون الحزب وهي بتذكر ذكرت للأمر ده خاتتين المذياء عشان نسمع الأخبار هنا كان عملنا ندخلين سبعة أشخاص بس في البرلمان فبدي يتكلم الحزب العمل الدموراطي سترانكا ديموكراسيا آنكسيا SDA فقول فلان فلان من ال SDA ثاني فلان فلان من SDA خمسة فرحنا جدا جدا سبعة فرحنا عشر خمسة عشرين لما قلت ثلاثين قلت لها علي الانتخابات دي مزورة قال لي مزورك تلخنا ما قولنا جيب قدر دا ما كنت بتقيين أبدا انتصر من أصف مستحيل قال لي كلام غريب لي وما لي نا نزك وده وقول لها أخوان نقول لهم قال لي ما تزوير في الدنيا لصالح الإسلام أي تزوير لي في صالح الإسلام المهم بزيئ وكذلك ما قلت ما وصلنا تزعة وتزعين من كم من ميتين واربعين من قرابة الخمسين في مئة تقريبا أيوة ما نحن أعلى بعدنا ما بعد فقط الخمسين وزاك نحن نحن كولنا الحكومة ودخلنا معنا بعض الأحزاب التانية ومشت وكانت فكرة صائبة جدا جدا وأول حاجة عمل على العزة والناس المعه قالوا نحن نعفوه عن كل من أسألينا في التاريخ البشر ما فكروا أبدا في الانتقام من الناس اللي عزبوهم من الحزب الشيوع من الناس اللي حاكمونا وما يقالوا معنا في السجون بعزبونا نحن مسامحنا جميعا وكانت دي حاجة ممتازة جدا يعني ترك أسر الإيجابي أنت الوقت ده كنت وين من البرلمان والحكومة لأنا طوال بمشي بجي بمشي يعني بقعد بمشي فيينا بجي بمشي تركيا حايم حاولون تكونت أول حكومة نعم وتكونت أول حكومة لما تكونت أول حكومة على عزة رئيس رئيس الجمهور يعني في سرعيف وفي ثلاثة قواعد عسكرية الوغوزلافية والأمريكية الوغوزلافية للجي في الوغوزلافية يعني معناته للسرب في الدولة الجديدة في ثلاثة في الجمهورية القديمة بتاعت البوصنة موجودة في أصلا أصلا موجودة في الأرض ده قبل ما تتكون البوصنة وفرسك كدولة برا كانت يعني مجرد جاءت الانتخابات وهو فيقى رئيس ف ودي مشكلة علمي يكون عنده ثلاثة قواعد وغوزلافية في في بلدك في بلدك طيب وبلدك ضعيفة طيب السلطة الحقيقية كانت عنده الصرب الحكومة تمانين في المئة في البلد في الجمهورية في الجمهورية قبل مجيء على الزف طيب وسبعتاشر في المئة للكروات ثلاثة في المئة للمسلمين الشوعيين فالعمل كيف يعني وبذكر اول قائد للجيش البوصنري اسمه سفر خليفة لكن كان شوية وكان في الحزبة الشوية لنا بتذكر بعد كم يوم كده مشينا أو شهر يعني مشينا عمل لنا استعراض نشوف الجيش طيب مشينا وسفر كان قاعد الجيش وقاعد المنطقة من بدر صفى الناس وبتاع وقال ويشتروا في تغبات الشوية عاش السفر وعاش اسمه البوصنة وعاش الجيش وعاش هنا بعد منذكر لما لفنا وقعدنا على عزة قال له أنا قريبا بحفظ الشيعة موظم البوصنة ما بحفظ قال له يا سفر انت كونت جيش لك انت ممتاز جدا مم مال الدولة سكت يعني ثلاثة اربعة ناس ما فيهم حاجة شيء مشاين ومشا قال ليش شنو وقت لح تجيب منو بدلو قال يا انت فهمت انو شيل وقلت طبع وقلت قوان تجيش لي روعة ما قوان تجيش للدولة صحيح وهكذا مشت يعني حارب لغاية ما بقت السلطة مية في المية عنده قاتل في الخدمة في الجيش في كل في كل شيء وحصلت حربين عشان طلعوا القواعد دي من مدينة السرايب طبعا بعد شوية جاءت الأمم المتحدة والناتو وكل دي كان مضعصيب مع ضد المسلمين فتعب كيف نجح في إدارة زي مضغول المعادلات الصعبة والله هو أشوف عنده بعض نظر وعنده معلوم من كمية من المعلومات كثيرة جدا جدا وزول صابق وأي كلام تقول له ولا فكرة تقول ولا مصيبة بكون عمره لآخرين بحيط من الحاجة الكوزة ما بحيط من الحاجة البطالة ويحتمد علىه في تغريب الأمر فاختيارك كمستشار تم في أول بعد لا قبل مع العلاقة موجودة لكن بتتكلم عن المنصب الرسمي ما كنو بنعمل حاجة إلا نتفق على الهدنين وما حصل اشعورنا في حاجة وإلا طلعنا من التفقير في أكتر من 75% منه ولذلك كان هو زهاته ما بقدر يتخلى عني وانا كان عندي وطبعا كان مستشار قانوني قبل في البداية هنا ولكن طالب أنا مع الطبعات التحت والطلاب والمواطنين والتكايف بتاعة المتصوفة والمطاعب فأنا حايم بين الناس حتى لم يجي عين واحد وإذا أنا ما موجود وبعد ما يختاروا أنا لجيد رائم خارف طوالي وشيله وبتذكر أنا أصلا ما بتكلم عن 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 جهل يعني بقول له فلان ده أبو فلان فلان في اليوم الفلان الحزبة شو يعمل كده في جيران وعمل كده أخته كانت كده كده في اليوم الفلان عملت كده وهكذا وكان يسأل طبعا فبيجد ما حصل لقى كلامي خطأ يعني فكان فإن 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 كنت مفيد التعبير الأجمل كنت مفيد بالنسبة للبعال فإن معلومات دية وكتبت كتب وكتبت في الصحف وتكلمت في التلفزيونات ولا إذا عاد وبعد شوية أني احنا دخلونا السجون النار بدأت تسمع عنا ودخلوا معنا شباب يعني مننات الكبار في السبب وخلق جيل مخترف كل الأمر دي فيما بعد كان كان يعني المستند اللي قامت عليه الدولة الجديدة دية فكان يعني كلام منطبي وللمدى البعيد هو كان صحيح فلما ندخلونا السين وطلعوا وتكون الحزب وتكونت الحكومة توسعوا في في تكوين الأحزاب في الأماكن الثانية و مجرد ما هون فازوا وأعلن استغلال البوصنة قبلهم كانت جمهور اسم سلوغينيا أعلنت استغلال السرب حاربوهم لمدى السبوع دخلت أوروبا وأجبرت السرب لطلعوه نعم بعد ذاك أعلنت كرواتيا الجمهورية الثانية حاربوه السرب لمدى الثلاثة إلى أربعة شهور وأوروبا ضاغ عليها بعد ذاك قامت البوصنة التركبية من الأمم المتحدة لكن الحرب استمرت ثمانية وأربعين شهر فترة طويلة جدا فترة طويلة والأمم المتحدة والأوروبين قد الفرصة للسرب يبيضوا دين لكن ما قدروا وفي الحقيقة الدول العربية بأكملة شاركت ودعمت وتوحد على نصرد جذية البوصنة والحرسة وده ما عد بكل ما تستطيع يعني يعني إحنا ما كان لدينا مشكلة نشتري أي حاجة بأي تمام من أي حجة الحديث عن دكتور الفاتح علي حسنين يصعب ويطول ولكن نجتهد في أن نوجز ما التمسناه وما عرفناه عنه في الفترة التي عاشرناه فيها وبتأن يحضرني بيتان من الشير للمتنبي الشيخ الداعية الإسلامي الذي يحمل أهم الإسلام في كل مكان ليس في السودان فحسب فيقول المتنبي هو كالبحر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبة هو كالشمس من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبة هو كالبحر يهدي قريب جواهرا جودا ويرسل للبعيد سحائبة وكذلك كان وما زال إكتور الفاتح على حسنين الذي كانت نشأته في مدينة كركوج بولاية سنار وكانت نشأة في مجتمع في وقته يعد من المجتمعات المتحضرة لما توافر له من بيئة دينية وتجمع لإثنيات وجماعات تمتد جزورها أو جزورها إلى المغرب العربي وإلى السلطنة الزرقاء التي أثرت وأنتجت مثل دكتور الفاتح على الحسنين وكان من بدايته ذات وجه إسلامي واضح واهتمام بالإسلام وكانت بعثته للدراسة في يغوزلافيا للطب فرصة له للالتقاء بإخوانه السودانيين والعرب والمسلمين والأقليات المسلمة المتواجدة في يغوزلافيا وفي الدول دول شرق أوروبا من حوله وكان اهتمامه عظيما بهم وتواصل معهم وامتدت علاقته بهم إلى أن أصبحت علاقات مؤطرة ومنظمة كان نتاجها تكوين أحزاب ونشوء حكومات في أوقات لاحقة فجاهد كثيرا في هذا العمل وكل لبنجاح باهر وكان محور نجاحه في إنقاذه للمسلمين في البوسن موسيقى 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 أنت خلال الحرب الأخيرة دكتور كنت وين مدبت هاين كنت يعني في أكيد كثير من المواقف ممكن تكون وإيادك أنا أتخيل لك أنت برضو قد تكن تعرضت إلى مواقف أقرب إلى السينة أو التعرض للتصف الحرب اشتدت وقامت بصورة أساسية يوم السبي والأحد يوم 28 و23 فبراير عام 92 التاريخ ده الأمم المتحدة فرضت تغرير المصير على البوسنة البوسنة طبعا فيها 4 مليون ونص المسلمين 2 مليون و600 يعني كمه 50 وذي السرب وكروات السرب كمه 30 الكروات 18 19 بعدين ثاني فيها بميات مختلفة اسمهم الغسلات اسمهم الغجر الجنسيات مختلفة الحدوث الجغرافية هذه للدولة تشكلت كيف هي محفوظة من قديم الزمان محفوظة من قديم الزمان لكن أنت عشان التغير المصير ده ينجح لازم على أقل كل 60% يفوظ 60% معه من الأصوات كلها هاي ومعك وإنت ما عندك 60% مستحيل وده الاختراح ده قالوا كيسينجر قال لهم أكبر خطأ نحن عمثل المنتحدة عمثل المنتحدة اعترفت بالبصلة كعضو في الأمم المنتحدة وذلك لازم يعملوا التغرير المصير ده ويجيبوا 60% وما بيجيبوا ويفشلوا وما يحضروا بعد ذلك وحادثة أنه على إجزة الدمشة للناس كلهم للصرب والكروات والقويمات المختلفة والناس التانية والمسلمين الشوعيين وغيرهم وجاءت نتيجة التغرير المصير 69% وتزعة من عشرات يعني 70% حاجة أصو ما كنا متوقعين ولا ألزات متوقعين اللي عم فيها على عزب بغوزيش دور نعم دور الفيلسوف وفعيد النظر وثبتت البصنة كجمهورية حرة مستغلة بحدودة المعروفة وفي نفس اليوم اللي هو يوم الأحد دي قامت الحرب الضروس بين الصرب والبصنوين في حتى اسمه باش شارشيات باش شارشي يعني السوق الكبير في سرايبو السرب يوم النتيجة دي اللي هو في يوم اللحظ بالليل جاء وجاب واحد سرب يتزوج عقد غيرانه في السوق ده وجاب والسكر والصليب والهناي واحد مستميم واحد ضرب الزوج واحد ضرب الزوج وطلقه هنا قاتلون وقامت الحرب جدت الحرب جدت الحرب الحقية الأخيرة أنا كنت موجود وكان معتغلين النصر في طرف من سرايبو كان معتغلين ثلاثة وما أنا جاي بكلوش جام حاجات كثيرة لتغريض المصير ضي وفي كانت معاك لحظت حتى غيرانك هاي وبعدين لما سكوني المجموعة من الجيش الرابع الميليش الصربية الميليش هذي الصرب طلعون بين السجون الدين كانوا معكم معلوم بالإعدام والمؤبد قال لهم أي نحنا بنطلع بنطلق الصراح لكن المقابل أي مسلم تلقوا في أي حسن تقتلوه تدخل الغورة تحرق وتعمل أنت جيت في اللحظة ذا وأخذ ذول من سكوني أنا وين كنت في أتو في أطراف سريب طيب راجلا ولا راكب لا راي ماسك عربيتي وما أشي فيها وكما أشي كرالله خلف الله في كاميرا بنصور هناك وشارين مع أنا فلوك فمن سكوني خدتوني في شجرة وجابوا ناصر فاندو بأشير علينا يضرب رصار ومشك البندقية وعين لي ثلاثة عربع دقائق ولا عين لي أنا حي بتكلم معهم بالإنجليز وقلت لهم أنا من الأم المتحدة وعندي فعلا اسم ما شنور بطاقات من الأم المتحدة في في ال IC وانو عوضو فيه بزاع الصحافة ومجلة وكلام كثير كده ويزاعات والله ما أخفت ولا رجفت ولا ولا ما تخيل أزول الحضر ربي هاو أخوني شكرا الله سواجن ها 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 دي قديد الحلقة جاية فبعد ذا قال لي يا خمس قال لي خلاص أمسي ثلاثة مرة حصد علي كده وبعد ذا أنا مسكوني هناك كنت في الطرف على إذا درس لي مرسوم جمهوري ولا من الحكومة أنه أنا أمشي في حتة في كرواتيا وأكون جفة الإنقاذ في بوستر والهرسك وأنا أكون رئيسة وخولني بجميع اسم شنوه صلاحيات صلاحات رئيسة جمهورية مؤقتا وكتب لي خمس تاشر واحد قريب يكون معك وانت الرئيس ونخلي الموضوع للأيام الجاية اللي بتحصل شلت البتاع دي ومشينا وقود للقال اللي طلعنا من البتاع دي وصلنا حتة في كرواتيا زقرب وانشأنا هناك في المرسل الإسلامي مكتب ضحمة جدا جدا وبدأنا ندير الدولة دي لمدة تزع الشهر تقريبا طيب نحن نتوقف عندك رئيس جمهورية مكلفين ونقبل الحديث دي إن شاء الله في حلقة مقبلة من أسماء في حياتي إن شاء الله شكرا دكتور الفادح شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر